بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لتلاوة صورة المعارج وذلك من الآية الحادي عشر وحتى الآية الثامن عشر بحول الله تعالى وكما تعودنا إخواني وأخواتي قبل أن نبدأ في أي درس أن نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله سبحانه وتعالى أيضا من الآداب أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وأن يبسمل ببسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الصورة كذلك من الآداب أن يرتل ويحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم كذلك من الآداب أن يفهم ويتدبر معاني الآيات التي يقرأها أو يتلوها أو يحفظها وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن الآن إخواني وأخواتي كما تعودنا سنراجع أولا ما سبق أخذه في هذه الصورة المباركة من الآية الأولى وحتى الآية العاشرة الآن أريد منكم فتح المصحف على صورة المعارج وأريد منكم المتابعة معي أثناء القراءة حتى نستفيد جميعا بحول الله تعالى فدعونا نبدأ مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما برك الله فيكم إخواني وأخواتي استذكرنا واسترجعنا الآيات السابقة الآن نستكمل تلاوة هذه الصورة من الآية الحادية عشر وحتى الآية الثامنة عشر فدعونا نبدأ إخواني وأخواتي مستعينين بالله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهُ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهُ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذا انتلونا سوياً هذه الآيات المباركات فدعونا الآن نستمع إليها من القارع يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى في قوله سبحانه وتعالى من عذاب هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف العين والعين من حروف أحسنتم من حروف الإظهار إذن هنا نظهر النون الساكنة في قوله سبحانه يومئذ ببنيه تنوين أتى بعده حرف ألباء فألباء حرف ماذا؟ أحسنتم حرف إقلاب إذن نقلب التنوين هنا ميماً فنقول يومئذ ببنيه يومئذ ببنيه إذن التنوين نقلبه ميماً بسبب حرف ألباء أيضاً من الأحكام هنا إخواني وأخواتي مد الصلة الصغرى بسبب هاء الكناية ومد الصلة الصغرى قلنا أنه يمد فقط بمقدار حركتين لا يتعدى ذلك أيضاً من الأحكام في قوله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ومن في الأرض نون ساكنة أتى بعدها حرف الفا والفا من حروف أحسنتم الإخفاء من حروف الإخفاء في قوله عز وجل ثم ما الحكم في الميم هنا؟ أحسنتم الغنة بمقدار حركتين لماذا؟ لأنها مشددة ثم ثم كحكم ماذا؟ أحسنتم كحكم النون المشددة تماماً في قوله سبحانه ينجيه هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الجيم والجيم من حروف أحسنتم الإخفاء كذلك إذن هنا إخفاءاً للنون الساكنة قوله سبحانه كلا إنها ما نوع المد هنا؟ أحسنتم مد منفصل لماذا؟ لانفصال المد عن الهمز والمد المنفصل حكمه أحسنتم جواز المد بمقدار حركتين أو أربع إلى ست حركات أيضاً من الأحكام في قوله سبحانه نزاعة للشواء تنوين أتى بعده حرف اللام واللام من حروف أحسنتم الإدغام بغير غنة الإدغام بغير غنة في قوله سبحانه من أدبر نون ساكنة وبعدها همزة فهنا الحكم أحسنتم إخفاء عفواً الحكم هنا إظهار لأن الهمز من حروف الإظهار لأن الهمزة من حروف الإظهار هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات ودعونا نختم درسنا بمعاني الكلمات قال سبحانه يبصرونهم يعني يرونهم ويعرفونهم ولا يستطيع أحد أن ينفع أحد وصاحبته وأخيه يعني يود الكافر لو يفتد العذاب بزوجته وأخيه وقوله سبحانه وجمع فأوعى أي أن العذاب يكون لمن جمع المال ولم يؤدي حق الله تعالى فيه وهي الزكاة المفروضة إذن إخواني وأخواتي هذا ما لدينا في هذا الدرس وبإذن الله تعالى نستكمل التلاوة في هذه الصورة المباركة في دروس قادمة بحول الله نلقاكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته